يصادف اليوم الثاني من شهر نوفمبر لكل عام اليوم العالمي لملاحقة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين وما يتعرضون له من مضايقات في سبيل وحبس في السجون واغتيالات في سبيل أداء هذه المهنة النبيلة محمد عثمان بشير يحدثنا عن المزيد الصحافة ليست جريمة أن تكون صحفيا ليست جريمة عبارات تستخدم كثيرا بمختلف المؤسسات الإعلامية للتنديد بتلك الجرائم المختلفة التي ترتكب دائما بحق الصحفيين حول العالم وبشكل شبه دائم دون أي مبرر يذكر فقط لأنهم يمارسون مهنة الصحافة ويسعون بكل ما توفرت لديهم من إمكانيات ممكنة من أجل البحث عن الحقيقة عدة محاولات من قبل منظمات غير حكومية دولية وأخرى محلية مدنية ومهنية إعلامية خرجت لمناحضة مختلف تلك الجرائم التي ترتكب بحق الصحفيين حيث طالبت تلك المنظمات المجتمع الدولي على ضرورة معاقبة مرتكبي تلك الجرائم من أجل الحد من تفاخم تلك الجرائم المرتكبة بحق من يبحثون عن الحقيقة أخيرا وحتى لو كان ذلك بعد حين استجاب المجتمع الدولي لتلك النداءات خلال اجتماع الدورة السادسة والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2013 وبقرار يحمل رقم 163.68 قد حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثاني من نوفمبر تشرين الثاني من كل عام يوما عالميا لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين 130 صحفيا ومحررا إعلاميا قد قتلوا حول العالم خلال أداء مهامه مع 2012 حسب تقارير منظمة الأمم المتحدة نفس العدد تقريبا قد لقوا حدفه مع 2015 برقم محدد يتراوح نحو أكثر من 113 صحفيا حسب تقارير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو ذلك ما وضع المنظمة في قلق على حسب مساعد المدير العام المكلف بشؤون الإعلام والاتصال فرانك لارو حيث طلبت منظمة اليونسكو على لسان مسؤولها فرانك لارو الدول الأعضاء بضرورة وضع آلية لملاحقة مرتكبي الجرائم بحق من يبحثون عن الحقيقة إن جمهورية شاد وباعتبارها أحد الدول الأعضاء للمنظمة الدولية المواقعين على ذلك القرار الأممي الذي يقضي بتخصيص يوم دولي لملاحقة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين قد عملت وما زالت تعمل عبر حكومتها الباسلة على إدانات وملاحقت كل من سولت له نفسه على ارتكاب أي من أنواع تلك الجرائم بحق من يبحثون عن الحقيقة حالات استثنائية قد حدثت هنا في شاد بحق الصحفيين الشادين من قبل أفراد وجماعات لا تمسأ الحكومة بأي من الأحوال على سبيل المثال حالة اعتقال بولغا دافيد الغير مبررة والذي كان مفاجئا بالنسبة لزملائه الصحفيين وأيضا اختفاء الزميل نوبادوم سوشينا بدولة الكاميرون والذي كان يعمل بالإذاءة الوطنية الشادية حيث أكد حول بعض تلك الحالات بلنغار لارمي رئيس اتحاد الصحفيين الشادين بأنها تعد تلك الحالات من بين الانتهاكات التي ترتكب في حق الصحفيين الشادين وطلب سيد لارمي سلطة المعنية بمزيد من الإجراءات من أجل حماية الصحفيين الشادين من الجرائم التي ترتكب بحقهم بصورة غير مبررة من قبل أشخاص يعتبرون أنفسهم فوق القانون إن التقارير الخاصة بالأمم المتحدة لا زالت تشير إلى أن الدول الأسيوية والأفريقية وجنوب أمريكا الأكثر تسجيلا لهالات انتهاكات حقوق الصحفيين حيث قد سجلت تقارير منظمة اليونسكو قلال العقد الأخير العديد من مختلف حالات الجرائم والهجمات والعنف بكافة أنواعه والتي ترتكب في حق الصحفيين والعملين في الوسائد الإعلامية نحو ما يزيد عن أكثر من 900 قتل وقرابة 400 تلقوا اعتداءات جسيمة خلال أداء مهمتهم الإعلامية هذا وتعمل الأمم المتحدة عبر خطة متكاملة مع دول الأعضاء في اتخاذ تدابير وإجراءات أكثر صرامة في معقبة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين للحد من تلك الكارثة لكن إلى متى سيستمر معاناة الصحفيين والعملين في الوسائد الإعلامية من جرائم ترتكب بحقهم بسبب أنهم يمارسون مهنة الصحفة وبهذا أمر سيداتي وساداتي نأتي وإياكم إلى نهاية النشرة أشكركم لكرم المتابعة والانتباه اشتركوا في القناة